اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد بورغ بريندا وزير خارجية مملكة النرويج وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في مؤتمر ميونخ للأمن بجمهورية ألمانيا الاتحادية وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية التعاون بينهما على أساس الاحترام والتقدير المتبادل بين الجانبين وبما يعزز مصالحهما المشتركة كما تم تشاور وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على مؤتمر ميونخ للأمن إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك